امسا الخير عليكم ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم الموضوع كما شفتوا العنوان تعه منحة المرأة الماكثة في البيت لهذا العام 2024 عودت الكلام على هذا المنحة شفت بعض القنوات بدأت تحكي فيها من اول وجديد انا اليوم جبت لكم البرهان وجبت لكم الدليل حتشوفوا بالصورة والصوت وكنا اتخذ عنا في هذا الموضوع لكن اليوم الحقيقة بينة وواضحة مية بالمية نسمعوا هذا الفيديو ونبعد نرجع مع بعضان سيد وزر العمل وتشغيل والضمن سؤالي وبطريقة مباشرة ودون حاجة لمقدمات هو ان المؤمن يستفد من تعويضات الدواء رغم ان هناك الكثير من الادوية لا يتم تعويضها ومع ذلك نقول انه يستفيد من تعويضات الدواء بينما لا يستفيد او يستفيد من مبلغ رمزي فيما يتعلق بتعويضات الفحص الطبي تحليل الطبية الاشعة والنظارات الطبية كما انني اتسأل لماذا لا يتم رفع المنح العائلية المقدرة ب300 دينار جزائري لكل الطفل ومنحة المرأة الماكثة بالبيت والمقدرة ب800 دينار جزائري رغم ان منحة المرأة العاملة ليست من التعويضات كما شفتو وكما سمعتو النائب البرلماني كان سؤال تعواضح اسئل الوزير قالوا فهمنا في المنحة على المرأة الماكثة في البيت من بكري راهي 80 الف يعني 800 دينار جزائري ما يكمش حابين تزيدوا فيها ما يكمش حابين تزيدوا فيها برك وطرح السؤال على وزير العمل السابق وكيفاش كان الرد داعو طبعا دوك شوفوا معايا قالوا كيفاش من يلف ما كمش نويين تزيدونا يعني تزيدوا فيها وتعلوا فينا في المنحة الولاد كنتوا رقم تعطوهم 30 الف على الصغير ويعني هذه المنحة كذلك مش رح تزيدوا فيها وادر كذلك على الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء احنا هنا كامل واش يهمنا اهمنا الوزير واجابوا وراح تسمعوها معايا اطار اعمال الجناء المالية اما عن سؤالكم والتعلق بمنحة المرأة الماكيثة في البيت والمقدرة بـ 200 دينار فتجدوا الاشارة ان مراجعاتها مجمع اقدار هذه المنحة التي تنظمها الاحكام المرسوم التنفيذي 07-292 ترجع من اختصاص الوزارة المالية اسمعتو الرد التاعو قلو بللي منحة المرأة الماكيثة في البيت ما هيش تابعة لي هي تابعة لوزارة المالية يعني خاص هذا قانون بالمالية راهي خاطيتني ما هيش من صالحياتي كما شفتوا رح جابوا حضرة صحيحة اذا منحة المرأة الماكيثة في البيت هي 800 دينار جزائي يعني 80 الف وغير هزوها وقالوا لها كي ما قال لاخرى روحية كلمة وقوليها كي قال 800 الف دينار 800 دينار جزائي حسبوهم 800 الف وقالت شعلت النار المواقع التواصل الاشتماعي تهضر الدنيا تقلبه 800 وطلعت حتى تراند الحكاية دي ما حبوش يحبسو خلاص المهم ليسانسيال والحد اليوم والحد الساعة اللي راندير فيها الفيديو وتاعي هذا را ما زالوا يهدون عن منحة المرأة الماكيثة في البيت يا أخوتي خافوا ربي راي ما كانش منها الحكاية هذي ما فيها حتى حضرة وما كان حتى مسؤول الحد الساعة هذي يخرج لرئيس الجمهورية للمسؤولين لسيدة كوثر يعني مسؤولة على الأسرة لا وزير العمل لكن والو المهم المهم ما نطمعوش الناس حرم علينا كما قالوا الأخر جبنا لكم الملموس جبنا لكم الصحيح الرسمي وسمعتوا طبعا شدي هذار ذا كل وراح نكمل لكم بخيطة بالرئيس الجمهورية تابعوا معي السيناريو لندير وطبعا منحة عراهي ثمانين الف اللي هي 800 دينار جزائري وماشي مليون وطبعا وهذا كلام الرئيس الجمهورية رح تسمعوه بعد قليل أفهم مليح وشكا ديكو أجدد التزامي بالعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف ودعمها ومرافقتها وتسهيل مهمها بين مهماتها الحساسة في الأمومة وتربية الأطفال وإدارة البيت ومسؤوليتها المهنية وإنشاء آلية الضرورية لتعزيز مبادراتها ونشاطها وترقية خاصة في المناطق الريفية خاصة في المناطق الريفية والنائية حيث يقتضي الواجب مساعدة المرأة الماكثة في البيت بقروض مصغرة تمكنها من إبراز مواهبها في الخلق والإبداع حتى تتحسن قدرتها الشرائية هاكم سمعتموا دخلتها سيد الرئيس والخيطة بتاعه الناس كنت بعضها وجدوا الدوسيات هيا منها شوفوا هنا واحدة من الناس كانوا مغلطيني في هذا الشيء لكن شوفوا من هذك اليوم اللي درت الفيديو كان من اللولين خلاص من تم عاود شترت هذي على المنحة الماكثة في البيت لاني تقصت وفهمت وعرفت وش هو الصحيح تحها فهمتو درك احنا يعني أعلى بنا وش كان وش ما كانش احنا كموطنين وانا كمرأة ماكثة في البيت انا تاني مضى بيا انهز منحها هذيك وانتي تاني عندي أختي عندي مرتخوية هذو كل يعني يهموني كما تهمنك انتي نفسك انا تاني كيف كيف لكن تنقصنا الحقائق والمصادر الرسمية قبل ما ننشروها وانتبعوا التشريعات هذي تانية لازم نبحثو فيها باش اي حاجة نحطوها يعني نحطوها وهي صحيحة نتمنى تكون ركزتو مليح وفهمتو قال انا ندعم المرأة الماكثة في البيت باش اتوازن ما بين عملتحها في بيتها وبين طموحاتها يعني تطلوحاتها والعملتحها وخصوصا المرأة في الارياف باش ندعمها بقروض يعني باش تصبح هذيك المرأة منتجة القروض كي ما قلتلكم عندي فيديوهات في القناة كينا قلت على النجام وكينا قروض يعني هكذا تعالى المقاولاتي هذك اللي حبي يخدمها روحو في البيت وقلت لكم في العناوين اللي دخلت الاسم تعالى المرأة الماكثة في البيت يعني باش هذي الامور تخدمها في بيتها بمبلغ صغير برك يعني تزقرد وتخدمها روحها والفوائد تحم اي كما اللانجام ما فيهاش فوائد وتعالى المقاولاتي او صفر فاصل خمسة فائدة ارجعوا لفيديوهات الابنات وشوفوا مليح رئيس الجمهورية كان واضح في خطابه لم يذكر ولا منحة لا منحة المرأة الماكثة في البيت وماش باش خلص عليها ولا كما شوفوا ما ينضح حتى على مرسوم ولم يصدر اي قانون لا هو ولا وزير تعاملها حتى وزير ولا مسؤول اخر اه كما قلتلكم حتى وزير العمال كي سقسو وقالهم هذي ماشي خدمتي ماشي من صلاحياتي هذي اجابة مهنية انسان يعرف وش قاعد يحضر وش قاعد يخدم لانه ما عندوش الحق باش يدخل في حاجة من صلاحياته توازير اخر كل واحد حاكم وزارته وكل واحد يخدم خدمته المهم رئيس الجمهورية قال ندعم المرأة الماكثة في البيت بقروض وتكوينات تحب تروح تتكون وتتعلم حاجة ميتية خياطة حفافة اي حويج هذي هراني ندعمها ونكون معها اه طبعا اتخدم في دارها حاجة يعني مني حخلة اه نوقفو اه طبعا مع الكلمة هذي اه مع اه كلامة رئيس الجمهورية وقالكم ان ندعموها بالصح اه ممكن اه مرة اخرى يصيد الرئيس الجمهورية ينتبه للغط يعني وهذه الفوضى اللي صارية طبعا ممكن يتخذ قرار واحد اخر ويلبي طالب تاع هذاك النائب بلاك ممكن يزيد في هذيك المنحة تاع المرأة الماكثة في البيت يعني ما نقدرش نعفو فهمتو من الغضو وش كين في الكون كما نقول نتمنى من ربي ان شاء الله يجي نهار ويخذ رمها هذيك المرأة ويفرجوا عليها نتمنى ما تكرهونيش برك من خلال هذا الفيديو لان هذه الحقيقية يعني ما تقولكمش الاخويل اللي راهي كاينة ربي يسمح لها مخلا ويسمح لنا تمنيت والله هنفرحكم لكن هذا هو الواقع للأسف طبعا هذه المصداقية كنقولو احنا اخبار الساعة معي نجيب لكم غير حاجة صحيحة ما كانش حاجة هكذا ولا هكذا هذا هو السير صاري ما كانش المهم منحة المرأة الماكثة في البيت للأسف طبعا وربهولي يرزاق والخير كي يجي يجي من عنده طبعا وكي ما نقولك يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهذا هي ومش راح يدي معاه واحد الحاجة ملايين الدنيا كل تكسبوها ورح العبده ورح يروح بيديه فرغانين المهم تفاعلوا خيرا تجدوه باذن الله ولعلوا رب يرزاقكم بحاجة احسن من الملحة هذه المرأة الماكثة في البيت علاش لا يمكن يجي يوم وتظهر قوانين جديدة تنصف هذيك المرأة الجزائرية وما يعني وش حنقول لكم واذا ما زعفتوش اخبطو لي هذك الجام وطبعا واذا حبيتو بتبعتو هذا الفيديو الكاش واحدة حتى يتكون عندها امال مسكينة في هذيك الملحة لكن يعني حد الساعة ما كان حتى اخبر عليها مهمة اعطو لها الحقيقة ووصلوها لها ولي من اردهاش على نفسي من اردهاش عليكم وما تنسوناش فقط دايما بتعليقاتكم وحطوا اعراءكم على هذا الموضوع ولا تحبوني نقولكم وجدوا دوسياتاكم حطوا مقبل رمضان اي كانها ملحة ما يعطينيش قلبي لا 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 مش للدرجة هذه الانسان احنا شوفوا على المشاهدات والله هالمشاهدات اللي كم تشوفوا فيها والله دخلت سنتات سنتات تعضراهم والله ما يتدخل لنا خلاص بك تقولوا احنا نجرو على المشاهدات انا حاجة كتعد فيها فرحة للناس نحاسها فرحة للهي نقبل من هذك الانسان فهمتوا وما تتبعوش القناوات كين قناوات فيها مصداقية وكينها لا فهمتوا عندكم عارفوا وين تروحوا وين تقصدوا ومن هالقنات تاعي هذي قنات تاعي يعني نجيب غير حاجة الصادقة وحاجة اللي صار يا صح مشين غير نكسب الناس غير هكذاك نحب الناس معايا تقدرني ونقدرها ونجيب لها الخبر الزين وخلاه وكي ما قالوا الناس بكري ما يدوم غير الصحيح لكذاب معايا وما يدورش اجماعا يعني ونخاف ربي الحمد لله ونراعي نراعيكم انتم قبل نفسي وحنا كنا فينا اخطأ ومشنا ما لك عن نفسي حاولت نجيب لكم الحقيقة ومش كما دي كنا يقولوا لي تستغلي الفرص يعني عيب عليكم الله المهم طلعوا المرال لكم واذا ما عجبكمش الفيديو واشا هنقول لكم المهمة هبتوش المرال لخراس ولا تقولوا يتخرط علينا معليش معليش كما قال لاخر انا ان خاوتي والله ان نحبكم ونحب بلادي وشعب بلادي وكون جات بيدي والله من غضوة نقنيكم كامل لكن نطلب ربي يعدل حوال بلادنا وحوالنا كامل يا رب العالمين نتمنى لكم كل خير ان شاء الله وعقباء ان شاء الله تغيرات جدرية في هاد القوانين المجحفة لمسة الناس كثيرة والله من قلبي المهم قال نقولكم غير تهلا ولي في روحكم الى فرصة اخرى ان شاء الله فيديو اخر وفايدة لنا وليكم ان شاء الله تهلا ولي في روحكم دمتم في رعاية الله وحفظيه مع السلامة اشتركوا في القناة